مرحبا كيفكم طلاب الصف الخامس؟ احنا المرة الماضية اخذنا الدرس الخامس تصنيف الاشكال الرباعية من الوحدة الثامنة حكينا عن شبه المنحرف حكينا عن متوازي الاضلع عن المستطيل عن المربع عن المعين حكينا انا عندي الشكل الرباعي بشكل عام يحتوي على اربع اضلع اذا انه اربع اضلع واربع زوايا هذا الشكل الرباعي صح ولا لا؟ الشكل الرباعي اذا اصبح فيه ضلعين على الاقل متوازيين فانه يصبح شبه المنحرف اذا شبه المنحرف عنده هاد وهاد الضلعين متوازيين عندي هاد شكل الرباعي له اربع اضلع صار عندي فيه اتنين من اضلعه متوازية متوازية هاد يوازي هاد اذا صار هاد يوازي هاد رح يكون ايش شبه منحرف شبه المنحرف فيه ضلعان متوازيا هاد يوازي هاد طب إذا الضلعين الثانين كمان صاروا متوازيا شو بصير عندي بصير اسمه متوازي أضلع متوازي الأضلع بحكي لك هاد يوازي هاد وهاد هيو سهمين يوازي هاد أول إشي كل ضلعين متقابلين متوازيين كل ضلعين متقابلين متوازيين كل ضلعين متقابلين متطابقين يعني هاد بطابق هاد كمان وهاد بطابق هاد إذن كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين هاي هي متوازي الأضلع عنده شرط ثالث متوازي الأضلع كل زاويتين متقابلتين متساويتين كل زاويتين متقابلتين متطابقتين طيب حلو هذا كلام شو اسمه هذا كلام؟ متوازي الأضلع طيب ميس هاي الشروب الثلاثة إذا توافرت في شكل رباعي لكن كانوا أضلع الأربعة متساوية شو بنسمي؟ بنسمي معين إذا المعين هو متوازي أضلع لكن ما له هذا المتوازي أضلع؟ أضلع الأربعة متطابقة هاي تطابق هاي تطابق هاي تطابق هاي إذا المعين متوازي أضلع؟ نعم لكن شو بميزه عن متوازي الأضلع؟ إن أضلع الأربعة متطابقة طيب حكيت يا ميس إن متوازي الأضلع كل ضلعين متقابلين متوازيين طيب هاي توازي هاي وهاي هيا سهمين بتوازي هاي هاي متوازي أضلع هاي بتطابق هاي وهاي بتوازي هاي هذا الضلع بتطابق هذا الضلع وهذا الضلع بيوازي هذا الضلع نفس الشي هذا الضلع بيطابق هذا الضلع وهذا الضلع بيوازي هذا الضلع نفس الشي صحيح أنه كل أضلعه متطابقة عشان هيك سميناه معين نفس الشي كمان زي متوازي الأضلع كل زاويتين متقابلتين متطابقتين كل زاويتين متقابلتين متطابقتين هاي بتساوي هاي وهاي بتساوي هاي طبرة تحكي المس هذا الشكل إذا كان متوازي أضلاع لكن زوايا المتساوية مش أضلاعه زوايا متساوية هاي تساوي هاي تساوي هاي بيحكي لك معناها أنه رح يكون أضلاعه زي هيك زي المستطيل إذن المستطيل هو متوازي أضلاع نعم المستطيل متوازي أضلاع لكن بميزه أنه زوايا جميعها قائمة متساوية قائمة ومتساوية 90 درجة زوايا جميعها قائمة متساوية إذن المعين والمستطيل اثنين متوازين أضلاع هذا أضلاع متساوية وهذا متوازي أضلاع زوايا متساوية طب ميس هاي بتقابل هاي بتساويها صح هاي بتقابل هاي بتساويها هدول الزوايا طب المستطيل أصلا هذا الضلع وهذا الضلع متطابقين متساويين وهذا الضلع وهذا الضلع متطابقين متساويين إذن كل الضلعين متقابلين متطابقين كل الضلعين متقابلين متطابقين طيب ماذا أضلعهم كمان متوازية؟ نعم طبعا المستطيل أضلع المتقابلة متوازية وضلعوا هاد متقابلين متوازيا إذن هم متوازي أضلع وزيادة عن شروط متوازي أضلع إنه زواياه قائمة هاد زواياه قائمة وهذا زيادة عن متوازي الأضلع أنه أربع أضلع متطابقة أضلعهم متساوية يعني هسا متوازل أضلع المعين متوازل أضلع لكن المتوازل أضلع معين لا لأنه متوازل أضلع أضلع ومش متطابقة لكن المعين توفرت فيه شروط متوازل أضلع وزيادة عليها شرط اللي هي أضلع متطابقة المستطيل توافقت فيه جميع شروط متوازل أضلع فسمينا متوازل أضلع ولأن زوايا متطابقة تساوي 90 درجة سمينا مستطيل إذا المستطيل متوازي أضلاع زواياها الأربعة قائمة طيب ميس إذا كان عندي متوازي أضلاع أضلاعها جميعها متساوية وزوايا جميعها قائمة فيها كميس؟ نعم المربع المربع يا ميس هو عبارة عن متوازي أضلاع هاي بتقابل هاي وبتطابقها هاي بتقابل هاي وبتطابقها لي؟ لأنه أصلا أربع أضلاعه متطابقة متساوية طب الزاوية هاي والزاوية لا الزاوية هاي والزاوية هاي متطابقات نعم أكيد لأنها تسعين وهي تسعين هاي الزاوية وهي الزاوية متطابقات نعم لأنها تسعين أصلا مربع جميع زوايا تسعين متساوية طب وهذا وهذا متوازيين نعم هذا متوازي وهذا متوازي طب هذا وهذا متوازيين نعم هذا يوازي هذا إذن المربع هو هاي المربع هو متوازي أضلع ما له جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة توفرت فيه شرط هذا وشرط هذا الزيادة سمناهم ايش المربع اوكي المربع مستطيل جميع أضلاعه متطابقة المربع توفرت فيه شروط المستطيل وزيادة على شروط المستطيل انه أضلاعه جميعه متطابقة اذا المربع مستطيل نعم المربع معين نعم ماذا بزيد عن المعين ؟ ابن إيغになزا من الله انه زواياها متطابقة ماذا يضيد عن المستطيل ؟ ان اضلعها جميعها متطابقة المربع والمعين والمستطيل جميعهم متوازي اضلع المربع والمعين والمستطيل و متوازي اضلع جميع هها إيه ؟ ايه everybody realize شبهة المنحرب جميع هها ايه ؟ شكل رباعي εجميعها شكلواها شكل رباعي حلو الكلام هاي ثاني مرة بعيدة الدرس وطلبت منكم مواجب هيك مفروض ان الكل يكون بميز الاشكال الرباعية فيه لنا مثال كتاب الطالب صفحة 85 هاي كتاب الطالب صفحة 85 بحكي لك يا ميس مثال من الحياة عندي هاد السجادة بحكي لك سجادة في الشكل المجاور سجادة في الشكل المجاور سجادة رمزنا لكل زاوية برمز A B C D A B C D على شكل معين هاي معين المعين ما له اضلاعه اضلاعه متطابقة جميعها بتساوي بعض طب اذا كاتب لك هو الضلع الواحد اتنين اتنين متر اذا جميع اضلاعه جميع اضلاعه اطوالها ايش اثنين متر جميع اضلاعه هادا اثنين متر وهادا اثنين متر وهادا اثنين متر حلو الكلام ولا لا بحكي لك اتعلم اعبر عن الضلع بحرفي البداية والنهاية هادا الضلع ببدأ من A وبنتهي عن B هادا الضلع بنسمي A B في عنا بحكي لك اعبر عن الضلع بحرفي البداية شو حرف البداية A شو حرف النهاية B اذا هادا الضلع احنا بنرمز له A B اه وفوقها خط صغير يعني A B وفوقها خط صغير شو معنى الخط هاد معناها انه ضلع الضلع A B الضلع A B لانه يمثل قطعة مستقيمة هايو ضلع مستقيم لها بداية ولها نهاية لها بداية عند ال A ولها نهاية عند ال B اذا كل ضلع له رمز بداية ورمز نهاية يرمز له في رمز البداية ورمز النهاية وفوقها خط صغير يدل على انه ضلع مستقيم ضلع مستقيم بيحكي لك الشكل أو السؤال وسمي الأضلع المتوازية في الشكل طيب شو عندي الأضلع المتوازية هاد يوازي هاد بيحكي لك الضلع A-B الضلع A-B وين الضلع A-B رمز ليه A-B وفوقي ايش خط صغير يوازي هذا الرمز اسمه يوازي يرمز ليوازي بدل ما أنا أكتب كلمة يوازي هذا الرمز اللي هن خطين جايين ميلات معناها يوازي طيب هاد الضلع ايش بيوازي بيوازي هاد الضلع D-C وفوقيها شخطة ليش مس هاد بيوازي بعض لأنه إذا مديت هاد ومديت هاد مستحيل يلتقو وهاي أصلا من شروط المعين هو بيحكي لك هاي سجادة معين A-B وD-C بيوازي بعض كيف منكتبها A-B عليها شخطة يوازي هاي معناها يوازي D-C D خط نقطة البداية وC نقطة النهاية D-C إذن هذا الضلع A-B يوازي D-C خلاص صارنا سهل صارنا عارفين ايش كيف نسمي الأضلع وبيحكي لك A-D هاي الضلع A-D يوازي ايش B-C هاي ها A-D يوازي هاد الضلع صح A-D يوازي B-C إذن A-D هذا الضلع الضلع A-D يوازي هاي شو حكينا عنها هاد الرمز يوازي B-C يوازي B-C حلو إذن أسمي الأضلع المتوازية زي ما أنا حكيلي الأضلع المتقابلة في المعين متوازية صحيح هاد يوازي هاد هاد يوازي هاد بيحكي لك احسن محيط الشكل محيط الشكل اللي هي ايش في الشكل الرباعي مجموعة طوال أضلع مجموعة طوال أضلع بدي أجمع هاد الضلع زائد هاد الضلع زائد هاد الضلع زائد هاد الضلع أكما نضلع فيها أربعة واحد تنين ثلاثة أربعة طب كل ضلع فيهم ايش حكينا اثنين متر كيف عرفتنا اثنين متر بيحكي لك المعين أضلعه متطابقة جميع أضلعه بتساوي بعض هو ما عطيني أول وحده لحاله السؤال انه هاي 2 متر بما انه ضلع واحد منهم 2 متر اذن الباقية كلهم لازم يكونوا 2 متر هاد 2 متر هاد 2 متر وهذا 2 متر طب المحيط يامس شو هي مجموعة طوال أضلعه يعني 2 متر زائد 2 متر زائد 2 متر زائد 2 متر زي ما كتب لي 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 8 متر اذن محيط محيط المعين أو السجادة يساوي ثمانية متر يساوي ثمانية متر حلو الكلام لهنا خلصنا واحد واثنين ضينا المثلات بيحكي لك أسمي زاويتين متطابقتين في الشكل في عندي هاي بالطابق هاي طبعا كل زاويتين متقابلتين متطابقتين هاي من شروط المعين بيحكي لك فيما أنه معين إذا من شروط الزوايا المتقابلة متطابقة شوفي عندي زوايا عندي هاي A وعندي C صح ولا لا بيحكي الكي برمز للزاوية الزاوية بنرمز لها شوفوا كي برمز لها أو بتقدر ترمز لها هيك هاي معناها زاوية الزاوية A و هاي نحطنا فاصلة الزاوية C هاي الزاوية C ما لهم متطابقتين ليش متطابقتين لأنهما متقابلتان وهي من شروطه إذا الزوايا المتقابلة متطابقة إذا قابلوا لازم يتطابقوا إذن A و C لازم يساوي بعض إذن A و C متطابقتان لأنهما متقابلتان طب التانيات عندي B و D و B الزاوية D و الزاوية إيش اللي قبالها B بما إنهم متقابلات شو لازم يكونوا متطابقات إذن الزاوية B والزاوية D هاي كاتب لك هو الزاوية B والزاوية D الزاوية B والزاوية D بما إنهم متقابلات قبال بعض لازم يكونوا متطابقات بما إنهم قبال بعض لازم يكونوا متطابقات لأنه هاي من شروط المعين من شروط المعين عادي الزاوية هاي بساوي الزاوية هاي هاي شو اسمها A بساوي الزاوية هاي شو اسمها C هاي هاي الزاوية A تساوي الزاوية C تطابقها وهي الزاوية إيش إليها اسم هاي المرة D والزاوية هاي إيش B الزاوية D تساوي الزاوية B بتطابقها ليش؟ أنهم بيقابلوا بعض سهلة بيحكي لك أتحقق من فهمي أتحقق من فهمي حديقة في الشكل المجاور بيحكي لك E F G H حلو الكلام عند الزاوية E والزاوية F والزاوية G والزاوية H بنا نسمي هذا المضلع بنسميه بالأربع زاوية E F G H إذا حكيت لك أسمي الشكل سميلي الشكل المجاور شو هتحكي لي E F G H هيها E F G H بيحكي لك على شكل متوازي أضلع صح هذا وهذا متقابلين متطابقين متوازيين هذا وهذا متقابلين متطابقين متوازيين إذن أولا بدي أحكي إذا هن متقابلين لازم يكونوا إيش متساويين متطابقين إذا هده عشرين قداش لازم من هده يكون برضو عشرين عشرين سنتيمتر طيب بيحكيه لك كمان من شروط المتوازي الأضلع هذا وهذا ما لهم متقابلين إذا كانوا متقابلين إيش لازم يكونوا متطابقين إذا هده ثلاثين شو هده لازم يكون ثلاثين سنتيمتر نيجي للسؤال نحكيه شوي شوي أسمي الأضلع المتوازيه في الشكل يا سلام حكينا أضلع إي أف شو بنسميه أضلع إي أف كيف بنكتبها إي أف وفوق إيها خط أضلع إي أف شوفوا كيف قرأتوها أضلع إي أف كيف نكتب بتوازي كيف نكتبها مش حكينا متوازي معناها هيك منتاز إذا أنا هيني سهلي يوازي إذا إي أف شو اللي قباله هو اللي وازي إي أف يوازي أت شوفوا ما أحلاها أضلع أت حلو إذا هاد إي أف يوازي أت عندي كمان ضلعين إي أت وف ج طيب و شو عندي إي أت هيا إي أت هاي أضلع إي أت شو مين اللي قباله اللي قباله أف ج يوازي أف ج يوازي أف ج حلو كتير إي أت يوازي هذا الشكل أو هذا الرمز أضلع أف ج أضلع أف ج خلصنا إذا نسمي الأضلع المتوازية في الشكل إي أف يوازي أت جي إي أف يوازي أت جي وإي أت إي أت يوازي أف جي أف جي طيب شو سؤال تاني احسب محيط الشكل المحيط لهي مجموع الأضلع مجموع الأضلع للشكل الرباعي حكينا كل ضلعين متقابلين متطابقين يعني إذا هاد عشرين لازم هذا يساوي عشرين هذا طبعا إيش من شروط متوازي الأضلع بيحكي لك كل ضلعين متقابلين متوازيين متطابقين يعني إذا هاي ثلاثين هيلازم تساوي ثلاثين طب إذا هاي عشرين وهي ثلاثين وهي عشرين وهي ثلاثين نجمعهم مع بعض عشرين زائد ثلاثين زائد عشرين زائد ثلاثين عشرين وثلاثين خمسين وعشرين وثلاثين خمسين إذن محيطه ميت سانتي متر جمعناهم ميت سانتي متر 100 سنتيمتر 100 سنتيمتر حلو طيب أسمي الزاويتين متطابقتين في الشكل أسمي زاويتين متطابقتين في الشكل طيب بحكي لك متوازي الأضلاع كل زاويتين قبل بعض متوازيتين إذن الزاوية E والزاوية G متأش متطابقتين الزاوية الزاوية إيش اسمها E والزاوية G متطابقتين هيها متطابقتين لأنهما متقابلتان حلو إذن E و G متطابقتين ليش؟ لأنهم متقابلتان طيب F و H نعم الزاوية F F الزاوية H ما لهم؟ الزاوية F والزاوية H متطابقتين نكتبها هيك متطابقتين لأنهما لأنهما متقابلتان لأنهما لأنهما لهون رح أكتفي أنا المرة الجاي منكمل بقية الدرس المرة الجاي منكمل بقية الدرس يعطيكم العافية أتمنى تكونوا استفدتوا الدرس حلو وممتع بس بدو شوي التركيز يعني فعليا اليوم بس عدنا عدنا الدرس عدنا على الأشكال الرباعية المشهورة أشهر خمس أشكال رباعية وحلينا فقط صفحة 85 من كتاب الطالب يعطيكم العافية بالتوفيق يا صف خامس شكرا للمشاهدة